حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي فلما رأى في وجه الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم وعطه يقول لا حما إلا لله ولرسوله وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نصائهم وذراريهم فقالا هم منهم ثم يقول الزهري ثم نهى عن ذلك بعد قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهي قال إنه لم نرد عليك إلا أن حرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبن شيهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قالهم من أبائهم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا حما إلا لله ولرسوله قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالأبواء فاهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم قال حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عبد الله بن عباس عن صعب ابن جثامة أنه قال مر بي وأنا بالأبواء أو بودان فاهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم قلت لابن شيهاب الحمار عقير قال لا أدري حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فذكره ترجمة نانسي قنقر